في سنة 2003 غزت أمريكا العراق سقط نضام صدام حسين وانهارت الدولة لكن من رحم هذا الانهيار ولدت حركة المقاومة اللي ظلت تتقاوم القوات الغازية لسنين ضمن صفوف حركة المقاومة هذه بزغ مقاتل اسطوري أذاق القوات الأمريكية أصناف العذاب هذا المقاتل كان معروف باسم قناص بغداد أو جوبا في هذا الفيديو راح نشوف قصة هذا القناص وكيف ضل السنين وهو يدوخ الجيش الأمريكي وكل القوات الخاصة بكل معداتهم وأجهزتهم المتطورة قصة اليوم قررت أسويها بعد ما وصلتني عليها طلبات كثيرة جدا منكم فنزولا عند رغبتكم هذا راح يكون موضوع فيديو اليوم بس حطوا في بالكم أن هذه القصة والأحداث اللي فيها قد ما تكون موثقة مية بالمية وأنا راح أحاول أن أوضح لكم خلال الفيديو شو اللي منها موثق وشو اللي هو موثق أو يعتبر أساطير تمام؟ يلا ندخل على القصة السلام عليكم معاكم بدر في واحد من أيام سنة 2003 بعد غزو القوات الأمريكية للعراق كان في مجموعة من الجنود الأمريكان راكبين سيارتهم المدرعة ويمشون عليها في شوارع بغداد وهم متوجهين إلى قاعدتهم العسكرية فجأة طلقة مباغتة تخترق رأس سائق السيارة السيارة طبعا على طول بعدها انحرفت عن مسارها وصدمت في مجموعة أحجار كانت على جانب الطريق الجنود اللي كانوا في السيارة نزلوا من السيارة على طول وفي البداية كانوا محتارين ما كانوا عارفين من وين جات هالطلقة وبعدها بلحظة طلقة ثانية تصيب جندي آخر وتردي قتيل على الأرض مباشرة الجنود الأمريكان عرفوا على طول أنهم في مواجهة مع قناص وأول ما عرفوا الاتجاه اللي جاية منه طلقات القناص بدأوا يطلقون على نفس الاتجاه لكن القناص ظل ثابت في موقع الخفي وظل مركز وهو يطلق عليهم الواحد وراء الثاني كان حرفيا قاعد يصيدهم مثل الذباب وهم محتارين ما عارفين وينه كان كأن شبح قاعد يبيدهم عن بعد مجموعة الجنود هذيلة انسحبوا إلى داخل بعض المباني في محاولة منهم للاختباء من هذا القناص الخطير لكن وين بتروح يا حبيبي اليوم ما في مهرب القناص بدأ يصيدهم من النوافذ يا رجل ولما طلعوا للأسطح في محاولة منهم لإيجادة أو تحديد موقعة على طول بدأت رصاصات الطير وهي تحصدهم واحد وراء الثاني وما وقف هذا القناص لغاية ما أباد معظمهم في مشهد ثاني هالمرة في الليل كتيبة من القوات الأمريكية تقتحم بيوت المواطنين العراقيين بحثا عن اللي تسميهم إرهابيين وهم طبعا في الواقع جنود مقاومة لهم كل الحق في الدفاع عن أرضهم من قوات الغزو المحتلة المهم وصلت الأخبار لقناصنا عن حركة الكتيبة الأمريكية هذه اللي قاعدة تقتحم بيوت المدنيين فلبس ملابسة وجهز عدتها وسلاحة وانطلق لإجابة نداء الواجب ما كان الموضوع يستحمل أي تأخير والمواجهة كانت على شدها بين المقاومة وقوات الغزو تمركز القناص في مكانه وصوب على الأعداء ومثل عادته بدأ يصيبهم بالدقة ويطيح بهم واحد وراء الثاني ولما ينتبهون عليه ويبدأون باطلاق النار باتجاهها على طول يتحرك بكل خفة ورشاقة ويغير موقعه ما بين المباني مباشرة يتمركز في موقع جديد ويبدأ يبيدهم مرة ثانية كان شبح مجنننهم ما كانوا عارفين من وين يطلع لهم ومن وين يطلق عليهم يعني فوق ما هو أصلا دقيق في التصويب والقنص سرعته في الحركة وتنقلاته كانت هي وجع الراس الحقيقي للجنود الأمريكان كان يقدر بروحه يجبر كتائب كاملة على الانسحاب والتراجع يخليهم يتركون المكان بذل وأذيالهم بين رجولهم أي قوة وأي فخر هذا أن رجل واحد يتصدى لكتيبة كاملة مدجج بأحدث أنواع الأسلحة والعتاد القناص الأسطوري هذا كان يعرف باسم قناص بغداد واللي يقال أنه كان يقدر يبيد مجموعات كاملة من الجنود الأمريكان بروحه من الرعب اللي يسببه للجيش الأمريكي هم بنفسهم أطلقوا عليه لقب جوبا وهذا الاسم في الواقع يطلق على رقصة كانوا يرقصونها بعض الأفارقة رقصة يسمونها رقصة الموت والسبب في هذا الاسم أنه لما جوبا يكون حاضر في ساحة القتال يخلي الجنود الأمريكان كأنهم يرقصون وهم يحاولون يتجنبون طلقاته القاتلة جوبا أو قناص بغداد دوخ الجيش الأمريكي لعدة سنين وأدى إلى خسائر كبيرة وهائلة جدا في صفوفهم بحسب مصادر المقاومة العراقية يقال أنه قدر يقتل ما بين 650 إلى 700 جندي أمريكي خلال الثلاثة أو أربع سنوات اللي كان شغال فيها ما بين سنة 2003 اللي هي بداية الغزو وحتى اختفاءه في سنة 2006 أو 2007 فتخيل شخص واحد ب700 جندي رقم جبار جوبا يعتبر شخصية غامضة ما معروف اسمه الحقيقي ولا شكلها هذه الصورة اللي قدامكم هي صورة رافقت اسمه لكنها على الأغلب مش صورتها الحقيقية في أيضا مصادر تقول أنه أصلا من مدينة النخيب اللي هي موجودة في محافظة الأنبار وأن اسمه الحقيقي في الواقع هو عزام العنزي عنزة طبعا قبيلة معروفة موجودة في عدة دول منها العراق والسعودية وحتى تمتد للشام وسوريا المهم هوية جوبا وشكل عام ما كانت معروفة كان شخص مجهول ويقال أيضا أنه كان جندي في الجيش العراقي قبل الغزو الأمريكي وبعد الغزو انضم للمقاومة العراقية وبدأ يسوي العمايل في الجيش الأمريكي الطريقة اللي كان يقاتل فيها جوبا هي أنه أولا كان يحدد أهدافه إما كتيبة أو سيارة أو مدرعة أو غيرها بعدها يحصل مكان مثالي للاختباء والتخفي مكان صعب جدا على العدو أنه يلاحظه المكان اللي يتخبى فيه بالعادة يكون على بعد حوالي 200 إلى 300 متر من أعداءه يعني ممكن نقول لها مسافة مش بعيدة جدا خاصة على قناص السبب الرئيسي اللي يخليه يختار هذا المدى هو أنه كان يستخدم مندقية اسمها تابوك مندقية قناص محلية الصمع في العراق وهي عبارة عن نسخة معدلة ومحسنة من مندقية قنص بتصميم روسي فهذه البندقية ما كانت تعتبر سلاح متطور ومداها ما يتجاوز 200 متر مع ذلك في روايات تقول أن جوبا أصاب فيها أهداف توصل لمسافة 500 متر المهم جوبا كان يحاول يتمركز على مدى قريب من 200 متر من أعداءه عشان تكون طلقاته أدق ما يمكن بهذه البندقية وبعد ما يتمركز ويجهز نفسه يبدأ يطلق على أهدافه بسرعة كبيرة ويصيدهم الواحد وراء الثاني قبل ما يقدرون يتخبون أو يهربون منه وكان يركز بالذات على منطقة الرقبة والرأس عشان طلقاته تكون قاتلة وكان جدا جدا دقيق ونادر أن طلقاته ما تصيب أهدافها طبعا بعد ما جوبا يبدأ يطلق على الجنود الأمريكان هم يبدأون بالرقص على طول يحاولون يتجنبون طلقاته يا رجل حتى يقال أن في تصريح من جنرال أمريكي أوصى جنوده أنهم يرقصون عشان يتجنبون طلقات جوبا المهم بعد ما يستوعب الجنود أن جوبا قاعد يقنصهم أول بروتوكول متبع أنهم يرمون قمبلة دخانية حشان تحجب الرؤية ويتخبونهم وراء الدخان بعدها يحاولون يحددون موقع جوبا ويحاصرونه بس هالشي صعب جدا بسبب مهارة جوبا في التخفي وكانوا ياخذون وقت طويل لغاية ما يحددون موقعها وفي كل الأحوال حتى بعد ما يعرفون موقعها جوبا دايما كان رشيق وسريع الحركة يتنقل ما بين المباني مثل لعب الباركور ما شاء الله فما كانوا يوصلون للموقع اللي كان فيه إلا بعد ما يكون غادرة بفترة من الأساطير اللي رويت عنه إنه لما الجنود يوصلون لموقع القنص اللي كان متمركز فيه يحصلون عبوات رصاص فارغة ومعاها رسالة مكتوب فيها قناص بغداد مرة من هنا وكل عبوة من عبوات الرصاص الفارغة هذه كانت تدل على ضحية من ضحاياه كانوا يعدون عدد العبوات الفارغة وعدد الضحايا اللي يوقعوا بين صفوفهم ويحصلون العددين متساوين دلالة إن جوبا أصاب كل أهدافه كل رصاصاته أصابت الهدم هذه الرسائل والدلالات تخلي معنويات جنود الجيش الأمريكي في الحظيف وتنشر المخاوف ما بينهم طبعا جوبا ظل يدوخ الجيش الأمريكي لفترة طويلة وهم ما محصلين لحل فأبدوا حتى يحصنون عرباتهم ويدرعونها بدروع أكثر وحتى جنودهم الجنود ذات نفسهم صاروا يلبسونهم ملابس ودروع واقية ومعززة معنى هذه الدروع الثقيلة تخلي حركتهم أبطأ وأصعب لكن على الأقل راح توفر لهم حماية أعلى أو هذا اللي كانوا يفكرون فيه أو يعتقدونه لكن جوبا ما خلاهم وبدأ يركز على المفاصل اللي مستحيل يحطون عليها دروع مثل الرقبة وأسفل الظهر الأماكن اللي لازم تظل مكشوفة عشان يقدرون يتحركون فبدأ جوبا يصيبهم في هذه المناطق وكمل مشواره فيهم رايح جاي ولا كأنهم سووا شيء ولا كأنهم لبسوا جنودهم دروع أكثر وغيرة الرجل هذا كان مستحيل يوقفونه بأي طريقة وفي محاولة يائسة منهم أعلن الجيش الأمريكي عن جائزة كبيرة يقال إنها كانت توصل لأربعين ألف دولار لأي شخص يضلب أي معلومات ممكن تؤدي إلى جوبا لكن جاهم الرد سريع من جوبا لما أعلن إنه راح يعطي مية ألف دولار جائزة لأي جندي أمريكي يقدر يرفع راسها من الدبابة أو المدرعة أنت بس رفع راسك وراح يكون المنظر اللي قدامك آخر منظر تشوفه في حياتك هذه كانت رسالة جوبا لجنود الجيش الأمريكي طبعا هذه أيضا كانت من الأساطير اللي تروى عنها الشيء المؤكد واللي أنا شفته بنفسي هو أنه في أربع مقاطع أو حتى ممكن نعتبرها أفلام أصدرتها وأنتجتها المقاومة العراقية ما بين سنة 2005 إلى سنة 2007 هذه الأفلام الأربعة كانت تحمل اسم جوبا قناص بغداد في هذه المقاطع أو الأفلام استعرضت المقاومة بتصوير فيديو بعض عمليات القنص اللي كان ينفذها جوبا ما راح أقدر أحط لكم المقاطع هذه مع الأسف لأنها على الأغلب بتسوي لنا مشكلة مع اليوتيوب لكن هذه الأفلام أو المقاطع كانت توثق كيف جوبا ينفذ عملياته وهو يقنص الجنود الأمريكان وأيضا حتى كانت توثق بعض التدريبات لمجموعة من قناصين المقاومة اللي على الأغلب كانوا يدربون على يدين جوبا فقناص بغداد الأسطوري هذا أذاق الغزاة ويلات من العذاب والمشكلة بعد بالنسبة لهم أن قصته وأسطورته وحتى هذه المقاطع اللي كانوا ينشرونها كانت تبث الحماس والشجاعة في قلوب رفاقه في المقاومة وفي نفس الوقت كانت تبث اليأس في قلوب الجنود الأمريكان يعني هذه كانت حرب نفسية على كل المستويات فالجيش الأمريكي كرد قرروا أنهم أيضا يحاولون يصنعون أسطورة من واحد من قناصينهم عشان يحاولون يواجهون أسطورة جوبا هذا الجند اللي حاول الجيش الأمريكي أنهم يخلونه رمز للأمل وأسطورة لجنودهم كان قناص اسمه كريس كايل كريس كايل المجرم هذا بحسب الجيش الأمريكي أنه قتل 160 شخص خلال حرب العراق هذا اللي يسمونها القتلات المؤكدة ويقال أن عدد قتلاته في الواقع وصل إلى حوالي 250 قتله كريس كايل هذا في الواقع يعتبر أكبر قناص وأكثر قناص قتل أشخاص في تاريخ الجيش الأمريكي كله ومن ضمن هذي الأشخاص اللي قتلهم كان في حدها نساء وهذا الشيء مؤكد هما بنفسهم يقولونها ما ببدعاء من جهة ثانية في الواقع وحدة من أوائل ضحايا كريس كايل في العراق كانت امرأة بحسب روايتهم أنها كانت تحمل وياها قنبلة وكانت متوجهة باتجاه بعض الجنود الأمريكان فوجه عليها كريس كايل بندقيتها وقتلها ويقال أنه حتى كان في من ضحايا أطفال لكن هالشيء ما مؤكد 100% بس في مصادر تذكره والسبب لقتلهم السبب اللي يعطونا أو يبررونه دائما يقولولك يا أنهم كانوا شايلين وياهم قنابل أو أنهم يشكلون خطر على الجنود الأمريكان فيعني إجرام عيني عينك يا رجل وبعدين يقول لك والله المقاومين إرهابيين المقاومين اللي يدافعون عن أرضهم ونساءهم وأطفالهم فهذا الشخص اللي حاولوا الجيش الأمريكي أنهم يصنعوا منه أسطورة لهم ولجنودهم وبدوا يلمعون صورته ويشهرون اسمه ويتفاخرون بقدراته وعدد ضحاياه وحتى سموا عنا فيلم في سنة 2014 اسمه American Sniper أو القناص الأمريكي وفي الفيلم يظهرون أن القناص الأسطوري البطل اللي يحارب الإرهابيين في الواقع اللقطات اللي حطيت لكم ياه في بداية هالفيديو كانت من هالفيلم كانوا حطين شخصية تمثل جوبا في الفيلم بس حين بتسهلون يعني بما أن الفيلم أمريكي وأصلا يعني مصنوع لتلميع صورة القناص الأمريكي فليش أظهروا جوبا في الفيلم بهالمهارة والقوة هذا اللي يصير يا عزيزي لما يكون عدوك أسطورة حتى وأنت تصنع فيلم تريد تمدح فيه جيشك وقناصك أسطورة عدوك العظيمة تخليك تنحني قدامه وغصبا عنك تظهر مهاراته وقدراته لأنك إذا ما ذكرتها ووضحتها فالكل راح يعرف أنك كاذب فتخيلوا يعني إذا هذا الفيلم الأمريكي أظهر جوبا بهذا المظهر القوي فما بالك بالحقيقة والواقع جوبا مقاتل من نوع ثاني فخر يا أخي والله فخر بس يعني بعدهم في الفيلم حاولوا يظهرونه كإرهابي وفي نهاية الفيلم أظهروا مشهد لكريس كايل وهو يقتل جوبا صوب عليه بندقيته عن بعد وقدر أن يصيبه بس طبعا يخسي في الواقع لا كريس كايل ولا غيره قدروا أنهم يقتلون جوبا ولا حتى قدروا يقربون منه في ساحة المعركة ولو سوينا مقارنة سريعة ما بين هذين الاثنين راح يوضح لنا بكل سهولة منه البطل الحقيقي كريس كايل كان جندي في جيش غازي محتل أما جوبا فكان يقاتل على أرضه دفاعا عن وطنه وأهله كريس كايل كان وراء دعم جيش كامل بكل المعدات المتطورة والمدرعات والطيارات والأقمار الصناعية جوبا ما كان عنده إلا توكله على ربه وإخوانه في المقاومة كريس كايل كان يستخدم أحدث البنادق وأكثرها تطورا يا رجل المنظار بروحه في واحد من هذه البنادق ممكن يكون بحجم بندقية جوبا كلها بينما بندقية جوبا فهي بندقية عادية محلية الصنع مداها حتى ممكن نعتبرها قصير وحتى لو نجي لعدد القتلات كريس كايل قتل 250 جوبا قتل 700 طبعا هذه الأرقام بحسب الجيش الأمريكي بالنسبة لكريس كايل وحسب المقاومة العراقية بالنسبة لجوبا ولو نجي على نقطة التخفي والذكاء وطريقة القتال فبسهولة راح نحصل إن جوبا فايز هنا أيضا يعني من الآخر ما تقدر تسوى مقارنة بين هذي للاثنين إلا وتحصل جوبا فايز فمهما حاولوا الأمريكان تلميع صورة قناصهم وسووا له أفلام وبطولات وقصص أبدا ما راح يوصل لمستوى قناص بغداد وتعرفون الشيء اللي بعد ممكن نعتبره سخرية القدر خلوني أقولكم كيف مات كريس كايل في سنة 2009 تقاعد كريس كايل من الجيش وبعدها راح وفتح مركز تدريب على الرماية في ولاية تيكسس مرت السنين وفي سنة 2013 كان كريس كايل طالع مع صاحبة اللي اسمها إيدي ري روث إيدي هذا كان صديقة كريس وزميلة في الجيش خدموا مع بعض وحاربوا مع بعض وكانت بينهم علاقة قوية لكن على عكس كريس اللي ما كان يحس بأي ذنب إيدي كان يعاني من اضطرابات نفسية كبيرة بعد الحرب من الأشياء اللي شافها فصارت عنده أمراض نفسية منها اضطراب ما بعد الصدمة وحتى يقال إنه وصل لدرجة إنه بدأ يعاني من سكيزوفرينيا وظل يتنقل ما بين المستشفيات العقلية والأطباء النفسيين وهو ما قادر يتعالج أو يتخلص من هذه المشاكل النفسية اللي عنده فكريس على ما يبدو إنه كان يحاول يساعده يتجاوز الصدمة النفسية اللي يعايشنها ووحدة من الطرق اللي جات على باله إنها ممكن تساعده هو إنه ياخذه لمركز الرماية ويخليه يتعود على الأسلحة والرصاص مرة ثانية يعني ما عرف صراحة شو هالذكاء يعني هو عنده اضطرابات وصدمة بسبب الحرب تروح تأخذه لميدان الرماية وين العقل وين التفكير فسبحان ربك اللي طمس على قلبه وعقله وخلاه يفكره التفكير للغبي المهم وصلوا لميدان الرماية ومسك صاحبة إدي السلاح وبعد ما أعطاه كريس ظهرة إدي رفع عليه السلاح من وراء وأطلق عليه النار وعلى طول طاح كريس على الأرض ميت برصاصة من صديقة شوف كيف أقدار ربك سبحان الله مثل ما كان يقتل العراقيين الآمنين في بلدهم وفي وطنهم الله كتب عليه أنه يرجع لبلده وينقتله وآمن في أرضه ووطنه لا وبعد فوق هذا في مركز الرماية ماله وعلى يدين صديقة طبعا بعد ما اعتقلوا إدي هذا كان واضح أنه خلاص صار مجنون بسبب الأمراض العقلية اللي عنده وما صار حتى يعرف يعبر عن أي شيء بشكل واضح فهذه هي قصة الموت العجيبة لهذا المجرم كريس كايا بالنسبة لبطلنا جوبا فواضح أنه اختفى ما بين سنة 2006 إلى 2007 وبعدها بسنوات طويلة طلعت مصادر من المقاومة العراقية تقول أن جوبا في الواقع تم اعتقاله من القوات الأمريكية بس بدون ما يعرفون أنه جوبا كانوا معتقلين على أساس أنه واحد من المقاومين ما كانوا عارفين أنه هذا هو القناص البطل اللي عذبهم وأذاقهم الويل طول السنوات الماضية وبحسب هذه المصادر أن جوبا دخل السجن وتم تعذيبه ومات تحت التعذيب لكن أيضا هذه القصة ما بمؤكدة مية بالمية والمصادر اللي تقول هالقصة من المقاومة العراقية ما أعلنوا عن هالشيء إلا بعد السنين من اعتقاله ووفاته الهدف عشان ما يفرحون للأمريكان أنهم قبضوا على جوبا وقتلوه كانوا يريدون أسطور تظل حية في أذهانه كل الأحوال إذا كان مات فإن شاء الله أنه شهيد والله يرحمه ويجازي خير على بطولاته والأشياء اللي سواها وإذا كان لازال حي يرزق في مكان ما فأيضا الله يجازي خير على البطولات اللي يسطرها ضد هذا العدو الغازي وأكيد أنه مهما يكون راح يظل أسطورة عظيمة يخلدها التاريخ في ذاكرة العراقيين والعرب والمسلمين ولهني نكون وصلنا لهاية قصتنا لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وهذه بعض مقاطع رهيبة تدارون تشوفونها شكرا لكم على المتابعة أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة